النهاردة هنتكلم عن فوز ليفربول على منشستر سيتي 3-1 في قمة الجولة الـ 12 من الدولة الانجليزي علشان ليفربول يواصل تصدره للدولة الانجليزي بأريحية كبيرة بيقبر الفارق مع منشستر سيتي لتسع نقاط لكن احنا لسه في شهر نوفمبر لسه بدري جدا لما نتكلم عن جدارة ليفربول او منتكلم عن ان ليفربول حسم الدولة الانجليزي اتعلمنا من درس السنة اللي فاتت او مش احنا اللي اتعلمنا ليفربول اتعلم من درس السنة اللي فاتت في الوقت ده من الموسم كانت بيتقدم بفارق النقاط على منشستر سيتي لكن في النهاية منشستر سيتي عاد وعودة ولا أحلى وفاز بالدوري الإنجليزي السنة دي إمتى ممكن نقدر نقول إن الدوري الإنجليزي تم حسمه أنا كأمير عبدالحليم في اعتقاد الشخصي إن دايماً الدوري الإنجليزي بتحسن بناء على نتائج مطشاط البوكسنج دي ومع تقدم المباريات في دوري أبطال أوروبا لإن دايماً قرع الدوري أبطال أوروبا بتتسبب بشكل كبير في إن الفرق الكبيرة بتعاني بعض الشيء في الدوري يعني على سبيل المثال منشستر سيتي دايماً الناس بتقول إنه هو مش بيقع في قرع كبيرة في دوري أبطال أوروبا لكن السنة اللي فاتت خرج من توتنم في دوري الأبطال في الكوارتر فاينال على عكس ليفربول ليفربول كمل طريقه بشكل كويس في دوري الأبطال لكن خسر نقاط في الدوري ده بيوضح لنا إن كل فريق بيبقى عنده أولويات أو بيبقى عنده حاجات أهداف محققها أو حطتها لنفسه في بداية الموسم وبيبتدي يحققها على مدار الموسم ومن هنا بيبتدي إن هو يحاسب نفسه أو يشوف هو محتاج إيه علشان يطور نفسه ليفربول السنة اللي فاتت حق دوري أبطال أوروبا أنا اعتقادي الشخص ويمكن حتى كمان أي مشجع ليفربول عارف إن السنة دي هدف ليفربول هو التتويق بالدوري إمتى ممكن ليفربول يبتدي يبص على إن هو قرب من التتويق بالدوري أعتقد إن ده مش هيكون قبل شهر فبراير الجاي أجازة شهر فبراير فعلياً اللي هتطبق السنة دي لأول مرة وهتبقى في أول شهر فبراير أعتقد وقتها شكل الجدول هيحسن بشكل كبير مين هو هيكون بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم طيب خلونا نركز على ماتش النهاردة وأنا هتكلم شوية وهستنى منكم تعليقاتكم وأسئلتكم في نهاية اللايف علشان نقراها سوا ونجاوب على اللي بعت أسئلة محددة لكن خليني أدردش كده معاكم شوية وتناقش وأقول لكم أفكاري ليه مانشستر سيتي النهاردة خسر بالنتيجة دي من ليفربول نتيجة كبيرة 3-1 طبعا نتيجة كبيرة خصوصا ليفربول كان متقدم 3-0 وكان قادر أنه يسجل الرابع والخامس والسادس في المقابل برضو مانشستر سيتي كان قادر أنه يسجل لكن علشان نعطي كل صاحب حقه حقه فأكيد ليفربول كان يستحق الفوز النهاردة ليفربول عمل مباراة كبيرة جدا هجوميا وفي خط الوسط يمكن دفاعيا ما كانتش أفضل حاجة لكن هجوميا وفي خط الوسط كان ليفربول مسيطر بشكل كبير خلونا نبتدي من خط الوسط تحديدا ليه مانشستر سيتي خسر معركة خط الوسط لصالح ليفربول اعتقاد الشخصي أن مشاركة فرناندينيو في خط دفاع مانشستر سيتي كانت خسارة مضاعفة ليه خسارة مضاعفة؟ لأن فرناندينيو ما ظهرش بالشكل الكويس في خط الدفاع وفي نفس الوقت منشستر سيتي خسر أهم أسلحته في خط الوسط طبعا فرناندينيو بيشارك من بداية الموسم ده في قلب الدفاع مع كم الإصابات اللي بتدرب دفاع منشستر سيتي منشستر سيتي النهاردة على سبيل المثال كان عنده لابورتي وإذن شان كل اتنين مصابين وطبعا خسروهم في خط الدفاع لكن مشاركة فرناندينيو في خط الدفاع دايما جوارديولا بيلجأ للفكر ده بيحب الفكر ده أن يبقى فيه مدافع قادر أنه هو يخرج بالكورة بشكل كويس جدا علشان ينفس فكره في أنه هو بيبتدي الهجمة من وراء لكن فرناندينيو الحقيقة مشاركته النهاردة خسرت منشستر سيتي خط الوسط تماما لأن جوندو جان ورودري ما كانوش رودري تحديدا كمان راجع من إصابة فالتنين ما كانوش قادرين أنه هما يجاروا ثلاثي خط وسط ليفربول اللي كانوا أقوى منهم بدنيا أسرع منهم حتى لو كورتهم مش أحسن من كورة منشستر سيتي جوارديولا الفكر ده نفزه مع برشلون اعتمد على ياو توري وخفير ماسكرانو والتنين مفترض أنه هما لعيبة وسط لكن اعتمد عليهم في قلب الدفاع اعتمد على خافي مارتنيز مع بايرني ميونيخ لكن النهاردة اعتقاد الشخص أن نوكلاس أوتوماندي اللي كان بديل النهاردة على دكة البودالاء حتى لو هو أقل مدافع في منشستر سيتي لكن اعتقاد الشخصي أنه كان يشارك النهاردة أساسي علشان يفوز بفرناندينيو في خط الوسط طبعا كلنا شفنا أخطاء كلاويديو برافو بس إنت ما تقدرش تلوم عليها جوارديولا لأنه في النهاية إدرسون طبعا مصاب وإدرسون يعني فيه فارق في المستوى كبير جدا ما بينه وما بين برافو طيب خلونا ننتقل لحاجة تانية مهمة جدا برضو في خط وسط منشستر سيتي هل برناردو سيلفا ووجوده على الجناح أفاد منشستر سيتي أكتر من رياض محرز؟ اعتقاد الشخصي لا برناردو سيلفا علشان تاخد أحسن مالة دي من المفترض أنه يبقى في نص الملعب اللي اتفرج على الماتش كويس في الديئة 63 كان فيه لقطة مهمة لوفرين رجع بكورة لأليسون أريسون بكل أريحية لعبها لفابانيو كيفين دي براين لعب منشستر سيتي صنع ألعاب منشستر سيتي المتقلق كان واقف مستنى أن فيه حد وراه هيضغط على فابانيو الراجل بص وراه ما لقاش حد طبعا دي براين استغرب الموقف وشوح منطقي جدا بس هو بيشوح لمين تحديدا يعني مين من رودري أو جندوجان من المفترض أن هو يكون في الحتة دي من الملعب أعتقد أن الحتة دي من الملعب بتاعت برناردو سيلفا برناردو سيلفا هو اللي سجل هدف منشستر سيتي لكن أعتقد أن وجود رياض محرز النهاردة أساسي في غياب ديفيد سيلفا كان حيبقى أفيد لمنشستر سيتي هجوميا ده اعتقادي شخصي لأن برناردو سيلفا الحقيقة وهو بالنسبة لي أفضل لعب في البرتغال السنة اللي فاتت وأفضل لعب في منشستر سيتي السنة اللي فاتت لكن الحقيقة أن وجوده على الوينج بيقلل كتير جدا من خطورته وإحنا على يعني شفنا روبرتسون إزاي كان حاسس بأريحية وراح عمل أسست لمحمد صلاح في الجولي التاني لأن فعليا ما فيش ضغط من جناح قوي في منشستر سيتي يخلي روبرتسون يتراجع للدفاع طيب الميزة دي أو النقطة دي تحديدا تميز بيها ليفربول عن منشستر سيتي إزاي؟ إن ليفربول النهاردة لما كان بيدافع كان بيدافع بعشر لعيبة مش بتسعة زي الزمان يعني كلنا عارفين وكلنا اللي بيتابع طبعا ماتشاط ليفربول واللي بيتفرج على ماتشاط ليفربول وأغلبنا بيعمل ده عارف إن ليفربول مع يورجين كلوب ينتهج سياسة الهجوم للكل والدفاع للكل بس دايما بيفضل لاعب واحد في خط وسط الفريق الخصمي بيبقى غالبا محمد صلاح بفضل سرعته علشان يستقبل أي كرة مرتدة من دفاع ليفربول النهاردة ده ما حصلش النهاردة محمد صلاح كان بيرجع يدافع في هجمات منشستر سيتي المرتدة فكنت بتلاقي عشر مدافعين من ليفربول بيدفع قدام منشستر سيتي لما منشستر سيتي بيبقى معا الكورة ده بيوضح لك الفرق ما بين الفريقين إن منشستر سيتي ما لقاش الكثافة في خط الوسط اللي تقدر إن هي تمنع فابينيو إن هو يسجل الجول الأول يعني فابينيو خاد الساكند بول وتقدم بها براحته وفتح لنفسه زاوية تسديد وشاط بكل راحة من غير أي ضغط في المقابل منشستر سيتي فعليا ما كانش بيلاقي الراحة ضييف خط وسط ليفربول لأن سرعة ارتداد ليفربول للدفاع كانت كبيرة جدا في لقطة شفناها في الشوت الأول في خلال عشرين ثانية هجمة ليفربول ارتدت هجمة مرتدة عليهم في العشرين ثانية دول كان عشر لاعبين من ليفربول في خط وسطهم علشان يمنعوا منشستر سيتي من تشكيل أي خطورة طيب النقطة اللي بعدها واللي ميزت ليفربول اللي كانت ايه؟ كانت أفضل ظاهرين في العالم أنا بشوف أن أرنولد وروبرتسون هما أفضل ظاهرين في العالم دلوقتي والحقيقة إن لو فيه لا مركزية في هجوم ليفربول وكلنا بنشوفها وكلنا عارفينها إن تلاقي ماني مكان صلاح وتلاقي فيرمين ومكان ماني فبرضو أنت بتبص تلاقي أن أرنولد في مكان روبرتسون وروبرتسون في مكان أرنولد وكل واحد فيهم بيقدر يلعب الدور ده بشكل كويس جدا وبدون أي تأثير يمكن جمهور ليفربول عنده معزة خاصة شوية لأرنولد علشان ضرب طبعا الركلة الركنية في برشلونة وأوريجي لكن روبرتسون النهاردة بيوصل للأسست الرابع ليه في الدوري بكرة عظيمة جدا لمحمد صلاح بالمسترة عشان محمد صلاح يسجل جول نادر براسه فالحيان روبرتسون للسنة اللي فاتت عمل 11 أسست أعتقد أن السنة دي بعد ما عمل أربع أهداف في أول 12 جولة قادر جدا يكسر رقم 11 ده طيب النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة ليه على الماتش النهاردة هي تتعلق بهجوم منشستر سيتي منشستر سيتي النهاردة اعتمد على سيرخيو أجويرو والحيان أن أجويرو سيء جدا أو سيجله سيء جدا ضد ليفربول والسوق ده ظهر في الدقيقة أو في الدقايق الأولى الكورة اللي ارتد منها الهدف الأول اللي سجله فابينيو ليفربول واللي كان منشستر سيتي بيطالب باحتسابها ضرب الجزاء أجويرو كان معاه الكورة في منطقة جزاء ليفربول وهو بيقول أن الكورة صدمت بإيد أرنولد لكن فعليا الكورة وقعت قدام أجويرو وكان جنبه رحيم سترلينج بيصرخ بيطلب الكورة أجويرو كان بيصرخ يطلب ضرب الجزاء مع أن فعليا فعليا هو بس لو كان مد رجله شوية كورة كانت راحية للرحيم سترلينج وكان جول جول ما فيهاش نقاش لكن أجويرو كان مركز على أن هو ياخد ضرب الجزاء حتى كلنا شوفنا إزاي رحيم كان جنبه بيصرخ علشان يبصيله الكورة اللي كانت متأشرة وسهلة جدا وارتدت بجول ليفربول بعيدا بقى عن صحة ضربة الجزاء أو عدم صحتها أنت تحس أن أجويرو عنده مشكلة نفسية في اللعب في أنفلد يعني 11 زيارة لسيرغيو أجويرو لملعب ليفربول ما سجلش فيهم ولا جول وبعيدا عن اللقطة دي أجويرو جات لكور كتيرة سهلة كان يأما بيلعبها بأنانية يأما ما بيعرفش يتصرف بيها أحسن تصرف عشان يكون التغيير الوحيد لمنشستر سيت النهاردة جورديولا في النهاية خرج أجويرو وأشرق خصص لكن أعتقد أن مشاركة أجويرو في المباراة المقبلة ضد تشيلزي طبعا مع جورديولا محل شك ممكن يبقى فيه شوية غضب من جورديولا على أجويرو لو استمر بنفس الأداء ده فاخدوا بالكوا بقى اللي بتلعبوا فانتازي لأنه دايما أنتوا بطيبوا محترين تشاركوا خصص ولا تشاركوا أجويرو